الجهود التي تبذلها فضائية تركمنل لتغطية العمليات العسكرية والأحداث الجارية في الموصل وبعدها في مدينة تل عفر التركمانية فأن الفضائية تواصل أيضا جهودها لتغطية زيارات النواب والمسؤولين التركمان إلى مدينة تل عفر التركمانية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي حيث بادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي وبرفقة مقرر البرلمان النائب التركماني نيازم عمروض بزيارة قضاء تل عفر والالتقاء مع قيادات قوة التركمان في الحشد الشعبي في القضاء فضلا عن القيام بجولة في أحياء تل عفر لتفقد أحوال المدينة ورفع العالم التركماني وسط القضاء إلى جانب الجهود التي تبدلها فضائية تركمان لتغطية العمليات العسكرية والأحداث الجارية في الموصل وبعدها في مدينة تل عفر التركمانية فإن الفضائية تواصل أيضا جهودها لتغطية زيارات النواب والمسؤولين التركمان إلى مدينة تل عفر التركمانية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي حيث بادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي وبرفقة مقرر البرلمان النائب التركماني نيازم عمرغل بزيارة قضاء تل عفر والتقى الصالحي ومعمرغل خلال الزيارة مع قيادات ومقاتلي قوة التركمان من اللواء السادس عشر واللواء الثاني والخمسين للحجر الشعبي والذي شارك في معركة تحرير تل عفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي حيث أكد الصالحي خلال لقائه مع قيادات قوة التركمان في الحجر الشعبي استعداد النواب التركمان لتقالي الدعم اللازم لعودة النازحين من أهالي مدينة تل عفر التركمانية وإعادة إعمار المدينة بالتشاور مع وجهائها وذلك بعد أن تم تحريرها من دنس الإرهابيين القيادي في قوة التركمان اللواء الثاني والخمسين للحجر الشعبي السيد مختار الموسوي أكد خلال اللقاء رفضهم القاطع للطائفية المقيتة التي زرعها أعداء تل عفر بين أهالي المدينة وشدد على أن تل عفر هي القاسم المشترك الذي يجمع أبناء المدينة داعيا للعمل على إعادة إعمار تل عفر ونبذ التفرق الطائفية والمذهبية أما الحاضرون من قيادات الحجر التركماني وأهالي مدينة تل عفر التركمانية فأكدوا رفضهم للطائفية والمذهبية وأكدوا أن تل عفر تجمعهم بهويتها التركمانية الأصيلة كما أكدوا أنهم سيقفون بوحدتهم ضد المؤامرات التي تحاك ضد تل عفر كما قدموا شكرهم لزيارة الصالح ومعمره وتفقدهم أحوال تل عفر بعد تحريرها من دنس الإرهابيين بعدها قام رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي وبرفقة مقرر البلدان النائب التركماني نيازي معمره بجولة في مناطق وأحياء مركز قضاء تل عفر للاطلاع على أحوال المدينة بعد أن تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي حيث تفقد الأضرار التي لحقت بالمباني والدور السكنية للمواطنين كما قام الصالح ومعمره برفع العلم القومي التركماني وسط مركز قضاء تل عفر ليرفرف عاليا من جديد في هذه المدينة التركمانية الأصيلة وفي حديث لفضائية تركمانيلي ثمن رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي جهود المقاتلين الذين حرروا مدينة تل عفر التركمانية وأوضح أن الفتنة المذهبية والطائفية التي زرعها أعداء التركمان في تل عفر هي السبب فيما عانت منه المدينة على يد الإرهابيين ونزح أهلها إلى مناطق مختلفة داخل العراق وخارجه مؤكدا أن تل عفر مدينة عراقية ذات هوية ونكهة تركمانية كما دعا صالح الشباب التركمان من أهالي تل عفر للتوحد ونبذ التفريقة المذهبية من أجل أن يعمل النواب التركمان على مساعدتهم في إعادة بناء تل عفر من جديد أما مقرر البرلمان النائب التركمانين يازم عمروغل فتحدث عن تفاصيل زيارتهم إلى مدينة تل عفر التركمانية وأكد أن الخسائر المادية في المدينة ليست كبيرة كما شدد على أهمية توحد أهالي تل عفر ونبذهم للطائفية والعمل على عودة النازحين من المدينة إلى ديارهم لافتا إلى أنهم سيعملون على حث الوزارات الخدمية على الإسراع في إعادة تأهيل تل عفر بعد أن تم تحريرها وشدد معمروغل على أن تل عفر هي قلعة التركمان وأن عدد التركمان في تل عفر والموصل يصل إلى أكثر من نصف مليون نسمة مشيرا إلى أنهم سيعملون بعد عيد الأضحى المبارك على أن تعود تل عفر إلى العراق بعنوانها الجديد وهو محافظة تل عفر مشاهدين فضائية تركيب